أشهد صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين مع دولة قطر على مختلف الأصعدة والتي ساهمت في الارتقاء بعلاقات البلدين والدفع بهما نحو مزيد من العمل المشترك بما يلبي تطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم سعدت الشيخ جاسم بن محمد بن سعود الثاني سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود السفير القطري في تعزيز العلاقات البحرينية القطرية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة وأكد سموه أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى زيادة توثيق علاقات التعاون في إطار المنظومة الخليجية المشتركة وبما يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي والدفع بتلك العلاقات نحو أفق أرحب من العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات الحيوية من جانبه أعرب سعادة السفير القطري شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بدعم العلاقات البحرينية القطرية متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والنمو في ظل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر